أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه جل جلاله وعظمت آلاؤه وقدست أسماؤه وصفاته وأصلي وأسلم على أشرف بريته وسيد رسله وخاتم أنبيائه وحبيبه من خلقه الولي المطلق والشفيع المطلق سيدي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتنا بنهيه فإن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه خلق كثير يصادف اليوم ذكرى شهادة إمامنا وسيدنا ومولانا الإمام السجاد سلام الله عليه زين العابدين عليه السلام في الخامس والعشرين من محرم الحرام في مثل هذا اليوم استشهد مسموما مظلوما إمامنا السجاد عليه السلام بيد الظلمة الذين ضاقت بهم حياة الإمام واستكثروا عليه وجوده الشريف والحقيقة أن إمامنا سلام الله عليه زين العابدين من أروع أمثلة قيومية الله ومصادق إن الله قيوم فعال يرد الكيد على أهله فإن هذا المريض الذي كان في كربلاء والذي تعرض لمحاولة القتل والإعدام لأكثر من ثلاث مرات مر في كربلاء ومر في الكوفة ومر في الشام الله تبارك وتعالى ادخره ذخيرة لأن ينصر الصبت الشهيد فهو أعظم أنصار الحسين عليه السلام لأن الله تبارك وتعالى بوجود زين العابدين حفظ النسل المبارك نسل رسول الله والإمامة ونسل علي والزهراء انحصر في هذا العظيم من ذرية الحسين انحصر في الإمام السجاد سلام الله سلام الله وعيضا كان له أعظم الأثر في تبيان حقيقة ثورة سيد الشهداء وأن يقلب الطاولة على الظلمة الذين كفروا الحسين وقالوا أنه خارجي إنما خرج على الدين والملة واستحلوا دمه الشريف سلام الله فكان ما قام به الإمام السجاد بأن بيّن حقائق الأمور وذلك كما ورد في خطبته العصماء العظيمة العجيبة في دمشق على منبر دمشق عرف نفسه القدسية قال أنا ابن مكة ومنا أنا ابن زمزم والصفا انتسب إلى شعائر الله انتسب إلى الحج انتسب إلى القرآن انتسب إلى معارف وقيم السماء أنه ابنها ما قال أنا فلان بن فلان أول ما عرف نفسه انتسب إلى الشعائر الإلهية مما يعني أراد أن يبين أنكم بقتلكم الحسين أنتم قتلتم الشعائر وقتلتم الدين وتجرأتم على نوامس الإسلام ولذلك هذه الخطبة كان لها الأثر في انقلاب الموقف على الطغاة على يزيد بن معاوية الذي كان استطاع أن يشوش على أهل الشام رؤيتهم إلى الحسين وهذه الأسرة الطاهرة من أنهم خوارج أسرع من الترك والديلم أو مشركين الله أعلم بحيث واحد شامي يجي إلى يزيد يقول له يا أمير هب لي هذه الجارية بنت الحسين فاطمة حفيدة سيدة النساء يقولها هب لي هذه الجارية بهكذا كان ينظروا لهم نظرة أن هؤلاء أسارة من من غير ملة ومن غير دين خطبة الإمام السجاد قلبت الأمور على يزيد وإذا هذا الذي يطلب جارية بنت الحسين يأخذها خادمة عند عبده يستملكها قال من هذه التي لا تحل لي قال له زينب لا تحل لك إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا قال من هذه التي لا تحل لي إلا أن أخرج عن الإسلام من هذه فعلم أن هذه بنت رسول الله فانقلبت الأمور قال والله ما ظننتهم إلا من أسرع مشركين أطراف الصين تتجايبهم أنت مستأسر أولاد النبي فانقلبت الأمور بحيث وصل الحال إلى أن سفير روما الذي ساكن سفير الروم في دمشق انقلب على واعترض على هذه المحاولة المدمرة لآل بيت رسول الله فقتل مع أنه عند حصانة دبلوماسية قتله يزيد لأنه اعترض على عملية الأسر وقتل الحسين ومجيء الأسرة الطاهرة كل هذا كان بسبب وبركة الخطب التي ألقاها الإمام السجاد سلام الله عليه في قصر الأموي في القصر الأموي هذه الخطب هي كان لها أروع الأثر في بيان حقيقة مظلومية الحسين وأهداف ثورة سيد الشهداء سلام الله بما يعني أن الله ينصر هذا الدين بعضعف خلقه الإمام السجاد أراد الشمر أن يقتله في يوم عاشوراء عندما دخل إلى خيمة الحسين من قتل قتيلا فله سلبوه الشمر بهذا المعنى راح إلى خيمة الحسين الأعداء هجموا على خيام آل بيت رسول الله وتركوا الخيمة الشخصية لسيد الشهداء للشمر لماذا؟ لأنه هو القاتل فهذه من مختصات القاتل هذا هو كان المرسوم في ذاك الزمان من قتل قتيلا له سلبوه ولذلك الشمر دخل إلى مخدع سيد الشهداء الخيمة الخاص للحسين وكان السجاد فيها مسجان فأخذ بتلابيبه وجرد السيف عليه ردي قتله ثم بمحاولة من الحورازين بتركه تركه لضعفه لأنه كان يتوقع هذا مريض الآن بعد اليومين يموت ما يشكل خطر عليه تركه لضعفه لو كان يحتمل أن هذا يصير قوي وأنه يشكل تهديد إلى ما كان يفوت قتله كذلك بن زياد أيضا تركه لأنه كان يتصور أنه ما من عنده شيء يرتجى أن يأخذ موقف ولكن الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بأن يرد مكرهم عليهم قالوا كيف مكر الله يعني شنو مكر الله قال بأن يرد مكرهم عليهم يقوم يعمل حيلة للآخر الله يقلب الحيلة عليهم على صاحب الحيلة فيرد مكرهم عليهم بأن هذا المريض هذا الذي استؤصل عياله وقتله وأسره نعم الله سبحانه وتعالى سدد ومدد ونصر الله الحسين به فهو أعظم أنصار الحسين وأعظم ذخيرة لسيد الشهداء عليه السلام ولو كان الأعداء ينتبهون أن هناك فذ مريض في خيمة الحسين لبدأوا به قبل أن يقتلوا العباس وعلي الأكبر لذلك موقف الإمام السجاد موقف بطول رائع جدا عندما يقف في في قصر يزيد وبين أناس أربعين سنة مربيهم الأمويين أربعين سنة على تسخيف هذه الأسرة وهذا المبدأ عشرين سنة معاوية أمير بالشام وعشرين سنة غليفة أربعين سنة هؤلاء تربوا على بغض آل بيت رسول الله يأقي الإمام السجاد ويصعد الأعواد ويخطب خطبة ينقلب فيها الموقف بحيث المؤرخون ينقلون فما كنا نسمع صوته لكثرة بكاء الناس يعني الناس انقلبوا وتعثروا وصيبوا بحالة من الصدمة التي واجهتهم من خلال هذه الكلمات التي كانت تقع أثرها بعقسى من رماح وسيوف كربلاء ومن هنا عاش سلام الله عليه هذا الوضع بعد الحسين عليه السلام قريب سبع وثلاثين سنة كان يجسد رسول الله وأهل البيت في حركاته وسكناته وما إن يراه أحد إلا ويعرف أنه من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى حتى تمكنت هيبته في نفوس كل المسلمين في الحادثة المعروفة عندما أراد هشاب أن يستلم الحجر فما استطاع فنصب له منبر ينتظر حتى الحجاج يقل عددهم فيستلم الحجر الأسود هشاب بن عبد النالك بن مروان ثم في هذا الأثناء ما إذا به يشعر أن المسلمون أو أن المسلمين انشقوا صماطين وانفتحت الحجر الأسود إلى إلى أحد الحجاج ينظر وإذا هو الإمام السجاد مطأط ورأسه كثير التسبيح والناس ينشقون عنه صماطين ويتمسحون به ويتبركون به ويستلم الحجر المبارك ويقبل ويذهب هذا هشاب مع وضعه وسطوته ما استطاع في القصة المعروفة الذي الفرزدق جزاها الله خير نصر الله وقيم السماء في أبيات نعم خلدت له شكر الله سعيه تكريما للإمام السجاد يسئل الشام من هذا يقول له ما أعرفه يقول له تعالي يا شام أنا أعرفه هذا الذي تعرف البطحة وطأته نعم ومن هنا إمامنا كان له أعظم الأثر في نفوس المسلمين وبقيت هذه السنين بقي هذه السنين السجاد عليه السلام بعد عاشوراء كان كل سنة بعد واقعة عاشوراء يذهب إلى العراق ويبقى في كربلاء يجاور أبوه الحسين شهرين عند قبر الحسين يبقى في محرم وصفر الإمام السجاد كان عنده برنامج زيارة إلى الحسين هو أول من أسس الزيارات الحسينية اللي الآن تشوفون آثارها حضراتكم باجتماع مليوني سنو كان يذهب يأخذ معه الأقوات والأزوات ويأخذ معه الجمال والأطعمة من المدينة إلى كربلاء وينصب خيمة سيد الشهداء ما دفن في كربلاء حتى أنبت الله عند قبره شجرة لعله سدرة نبتت عند قبر الحسين فكانت علامة من بعيد كربلاء كان صحراء فكانت هذه السدرة علامة لقبر الحسين عليه السلام وكان الزوار يستظلون بها من حرارة الشمس عند الحسين عليه السلام فكان السجاد يأتي عند هذه الشجرة ويقيم خيمة عند قبر الحسين عليه السلام ويجاور الحسين شهرين كاملين ثم يذهب إلى النجف بعد صفاق يدخل إلى الكوفة يصلي في مسجدها لأن هذا مقام زين العابدين من هذا مقام زين العابدين في مسجد الكوفة ثم يذهب إلى قبر جده أمير منيسا الله عليه في النجف مع خواص أصحابه وعيون الشيعة وشيوخها ثم يذهب إلى يرجع إلى المدينة من الورد كان هذا برنامجه إلى أن في ثلاث سنين الأخيرة مرض سلام الله عليه في صدره كان صار عنده مرض في صدره ما كان يتحمل السفر ثلاث سنين الأخيرة انقطع عن الزيارة فكان يبعث ولده زيد زيد بن علي بن الحسين كان يبعث بالأزوات شيخ عباس القومي على الله مقامه في منتهى لآمال يذكر هاي التفاصيل يقول كان الإمام السجاد يبعث زيدا بالأزوات والأقوات من المدينة كل سنة في محرم ويجاور الحسين عليه السلام إلى نهاية صفر ثلاث سنوات الأخيرة من عمره الشريف ما كان يقدر يسافر وضع الصحي ما كان يتحمل السفر فيبعث ولده وأسسوا هذه الزيارات اللي أكثرها جايتنا عن طريق أهل البيت عليهم السلام زيارات وكيفية الزيارة وعلم الناس يشلون يزورون ويتطهرون ويختسلون بماء الفرات وكل هذه كان هو وضع قصصها الإمام السجاد سلام الله عليه حتى جاءت السنة الأخيرة من شهادته وقد كامل عمره عمر الحسين إمام زين العابدين عاش بعمر أبو 58 سنة وقد بلغت الأحداث فيه أن الناس شدوا إليه الرحال الناس بعد واقعة كربلاء أصيبوا بصدمة حضارية في بعض الناس ما استطاعوا يهضمون أن إماما على مستوى الحسين يقتل ويصحق بحوافر الخيول ويهدى رأسه من بلد إلى بلد بعض الناس ما استطاع يعني ينسج مع هاي المأساة فشذ عقله قل لك من يقول هذا إمام كيف إمامه يقتل والحسين حذر من هاي الظاهرة عندما كان يكثر من قول أنه من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى ابن زكريا لبغي من بغايا بني إسرائيل كأنه يشير لحال نفسه صلى الله عليه من أنه هذه من هوان الدنيا على الله الدنيا لو كانت تعدل شيء عند الله ما كان يسمح فيها أن يقتل الحسين ويروع ويمنع عنه أبسط حقوقه وهو أن يشرب ماء مذله لكن الدنيا لا تعني شيئا عند الله ترى أن أولياءه أولياءه فيها مظلومون محرومون مقتولون مشردون خائفون نعم جياع وعطشة وإلى ما شاء الله من عذابات من هذا الباب الإمام السجاد استطاع أن يعيد الحياة في نفسية الناس وأن يجدد عقيدة العالم ويجدد نعم ثقتهم بالقيم السماوية من خلال مشية في الحياة وسلوكه ذات يوم عبد الملك بن مروان هذا الأمو المتغطرس اللعين جاء للحج فرأى السجاد عليه السلام أو في المدينة رأى السجاد عليه السلام المؤرخون ينقلون فانهار عبد الملك لشدة ورع السجاد شاف الإمام السجاد بهذه الهيبة بهذا الإنقطاع إلى الله تأثر اللعين هذا عبد الملك بهذا الموقف برؤية الإمام بهذه الطريقة ولذلك غض النظر عن كثير من الأمور بما سمح للإمام أن يشكل تقريبا أول حوزة علمية لفكرة أهل البيت ولعلوم أهل البيت تجتمع عليه كثير من الناس يتأثرون بمشية ويتأثرون بسلوكياته ومن هنا تجد أن الإمام استطاع أن يبدع حقيقة ويحلق في مسألة جدا مهمة وهي أن يربي الأمة من خلال الدعاء من خلال ثقافة الدعاء يشدهم إلى الله ومن خلال هذه الطريقة طريقة الأدعية يلجؤون إلى الله من الذي يدعو إلى الله المؤمن يلتج إلى الله عز وجل ويدرج القيم والأخلاق في ضمن الدعاء يعني بتشوفها لعن حضرتك لكن تشوف الصحيفة السجادية دعاء الشاكري دعاء الخائفي دعاء الباكيد هذه كلها أدعية فيها قيم فيها مضامين تربوية حقيقية للأم الإنسان يقدر يأخذ هذه الصحيفة السجادية ينظمها على نفسه يشوفها تعصمة من الذنوب تعصمة من الأخطاء يربي نفسه كتاب حقيقة فيه الأخلاق فيه القيم فيه المعارف وهو كتاب أدعية كل مضامين راقية جدا من يقدر أي إنسان يصل إلى هذا المستوى لو لم يكن على قمة عالية من العلم والمعرفة والورع والرجوع إلى الله عز وجل وهكذا استطاع أن يربي نوناس نعم صاروا نؤاتا لمدارس فكرية علمية طويلة عريضة بعد الإمام السجاد طبعا هذا الشيء لا يروق لطغاة العصر لا يروق للظلمة ولذلك الوليد بن عبد الملك بن مروان جاء اللعين وقرر أن تصفيت الإمام السجاد بالسم وفعلا بعث سما لوالي المدينة فسموه سنة 94 أو 95 من الهجرة المباركة فقتل إمامنا السجاد مسموما مظلوما محروما بعد أن قضى 58 عاما من عمره الشريف المبارك في المدينة المنورة ومن هنا الأئمة سلام الله عليهم بتعبير آية الله العظمى الشهيد الشعيد سيد محمد باقر الصدر على الله مقام آل البيت يشكلون هذه المعادلة وحدة هدف وتعدد أدوار آل البيت أدوارهم متعددة في الحياة في صناعتهم للتاريخ من هم من يحكم ويجسد العدالة الإلهية من هم من يستشهد يقاتل من هم من ينسج من هم يتغرب ولكن كلهم هدفهم كان واحد أدوارهم متعددة وهدفهم واحد وهو شد الناس إلى قيم السماء وإلى نعم إظهار هذه الحقائق السماوية أنها تستحق أن الإنسان يبذل أغلى ما يملك في سبيلها فاستشهد مظلوما محروما مسموما في المدينة المنورة في يوم الخامس والعشرين من محرم الحرام والغريب أن الأمة الإسلامية على كافة طوائفها ومللها ونحلها كلهم ومذاهبهم الفقهية والفكرية كلهم يجمعون على جلالة إمامنا السجاد وعلى قدسه وعلى طهارته وعلى عبادته وكنهم يتفقون على لقبه زين العابدين كلهم يقبلون هذا اللقب وأنهم يفتخرون به وأنه زين للعباد وأنه نعم نموذج للأمة الإسلامية التي يمكن أن يحتذا بها ومن هنا نحن سلام الله عليهم نحن عندما نتمسك بهم نحن نتمسك بنماذج تفتخر بها الأمة لا يجدون عليهم أي لوثة وأي نعم زلل هنا أو هناك وعليه أسأل الله عز وجل أن يثيبنا بشهادة سيدنا السجاد وأن يحشرنا معه وأن يرزقنا شفاعته وأن يرزقنا زيارته وأعظم من ذلك أن يرزقنا السير على نهجه القويم الذي هو نهج محمد وآله الطيبين الطاهرين فعظم الله وجورنا وأجوركم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصل اللهم على محمد وآل محمد ووووووو